طيب ممناسبة افريقيا خلال الساعات الاخيرة احنا بنتكلم النهاردة 1 ديسمبر 1 ديسمبر يعني بنتكلم خلاص حدود 10 ايام حسب ما تم اعلان الفترة الاخيرة انه هيكون موعد مباراة السوبر الافريقي طبعا بنحاول قدر الامكان في برنامج التريند احنا اقول لكم المعلومة الصادقة والصحيحة والرسمية من مصادرنا سواء في الاتحاد المصري او الاتحاد الافريقي هستعرض معاكم اللي تم خلال الاسبوع الماضي قبل موعد نهاية دورة ابطال افريقيا اول حاجة يوم 22 نوفمبر خرج الاستاذ عمر الجنيني رئيس اللجنة الخماسية المعينة من الاتحاد الدولي والي بتخوض اتحاد المصر لقورة القدم بتصريح قال ان قبل 19 ديسمبر سيكون موعد السوبر الافريقي وستلعب المباراة على استاد القاهرة الدولي قال قبل 19 ديسمبر لكن في اليوم التالي اعلن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية في حينها ان مباراة السوبر الافريقي هتكون يوم 10 ديسمبر القادم طبعا التصريحات دي كانت في يومين متتاليتين والتصريحات متنقضة وعكس بعض ليه متنقضة وعكس بعض لان الغاية اللحظة اللي بكلمكم فيها دي الاتحاد الافريقي اعلن بشكل رسمي ان مباراة السوبر هتكون في مصر بعد الاتفاق ان خلاص المباراة مش هتقوم في قطر الفترة الجاية واعلنوا ان المباراة في مصر لكن هل حددوا الموعد هل اعلنوا بشكل رسمي ان السوبر الافريقي سيقوم يوم كذا لا ليه بقى المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي عنده اجتماع يوم 10 ديسمبر القادم في هذا الاجتماع على جدوى الاعمال هذا الاجتماع المهم جدا اجندة متعلقة برزنامة البطلات الافريقية الفترة الجاية وفتح طلب تقديم البطلات الافريقية سواء دور الابطال او كاسي كونفدرالي النهائي من مباراة واحدة وكذلك ملعب وموعد اقامة السوبر الافريقي موسم 2020 وموسم 2021 وبالتالي احنا هنا امام خطاب رسمي بيقول ان السوبر الافريقي الاتحاد الافريقي سيحدد موعده يوم 10 ديسمبر وبالتالي الموعد الذي اعلنه اتحاد الكرة موعد غير سليم وهذه الاخبار وهذه التصريحات اللي خرجت من مسؤولي الجبلية كانت عبارة عن اجتهادات جاءت بسبب ان الاتحاد الافريقي كان طلب من الاتحاد المصري بان السوبر هيتنظم في مصر الموعد المبدئي المناسب لاقامة السوبر في مصر خلال الفترة الجاية لكن تصارعوا وخرجوا في وسائل الاعلام وقالوا موعد لم تكن رسمية ولم يتم الاتفاق معها مع الاتحاد الافريقي اذا بعد يوم 10 ديسمبر بعد الاجتماع هنعرف موعد وملعب السوبر الافريقي خلال الفترة الجاية بين طرفي بطل دوري ابطال الافريقي النادي الاهلي وبطل كأسي كونفدرالية الفريق الشقيق نهض التبركان المغربي